ازالة التسبغات والكلف والنمش من الجسم ومن الوجه وصفة جميلة وقوية لازالة الكلف والنمش وكمان بتفتح البشرة جدا جدا بتوحد لون البشرة كمان بتقلل الحبوب بتاعت البشرة وبتعقم البشرة لانها فيها مواد قوية جدا للتعقيم او ازالة البكتيريا من البشرة بجد وصفة حلوة جدا الكركم والتماطم من اجمل واقوى الوصفات اللي بتفتح التسبغات بتوحد لون البشرة بتزيل الكلف والنمش والبقع حلوة جدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وشيل اصحابكو ويلا بنا نشوف الوصف اول حاجة معايا النشا او الكورن فلاور النشا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح البشرة وكمان بتوحد لون البشرة وتسحب الدهون الزيادة اللي بتبقى في بشرتك كمان هحط عليها معلقة من الحليب البودر بيفتح البشرة جدا مليان فيتامين بيخلي البشرة لونها موحد وكمان من الحاجات المرطبة للبشرة مليان بالفيتامين والمعادن وكمان فيه فيتامين ستة وفيتامين به ومؤشر خفيف للبشرة رهيب للبشرة الحليب البودر حطيت منه معلقة وهبدأ ان انا ادمجهم معا النشا كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات وهبدأ ان انا انا عامهم كده كويس هضيف عليهم ميت ورد تدرجيا طبعا هفضل احط لحد ان موصل للقوام اللي انا محتاجيه يعني دلوقتي هنا كده مثلا حطيت ادي معلقة وكمان معلقة اهي معلقتين وهبدأ اقلبهم لو احتاجت تاني هحط كمان معلقة لو احتاجت تاني هحط كل ما المكونات بتاعتك بتحتاج هتحط لحد ما توصل للقوام معين تمام كده بصو انا قلبتها وابتديت تنعم معايا لو انا حسيت ان انا محتاجة تاني هحط اهو انا هنا هو قلبتها كويس لحد ما تنعمه ودابه وده مهم جدا ان انت تقلب عشان لما تجي تحط المكونات التانية تبقى مظبوطة معاك من البداية شايفينه القوام كريمة متماسكة بس من السيلة هضيف عليها جر الالوفيرا او جر الصبار هحط معلقة واحدة طبعا الكميات اللي انا بعملها دي يعني الحاجات اللي انا بحطها دي على الكمية اللي انا عملها هتضعفي الكمية او هتعملي كمية كبيرة هتضعفي بالمقدار اللي انا عملاه حسب بقى ما انت هتعملي قد ايه تمام اللي بيبقى كويس بصوا تدين عن معي هنا بقى هنجيب الطماطم بتاعتنا اللي هي السحر بالشكل ده هقسم الطماطم دي نصين تمام انا هنا بقسم الطماطم نصين انا عارفة طبعا ان انا بقسم بايدايا كده فكده غلط عشان بس ما حدش تعور يعني انا عارفة اللي انا بعمله ده غلط ان انا نقسمها بالطريقة دي المفروض في طبق او اي حاجة عشان ايديك ما تتعورش هسيب نص على جنب وهستخدم نص تاني هبدأ بقى اجيب المبشرة بتاعتي وهبشر نص الطماطم بس الطماطم من الحاجات المفيدة الجميل اللي بجد من الاحلى الحاجات اللي تستاهل تجربيها اول حاجة بيحفز افرازات الكولوجين في البشرة وكمان بيحمل بشرة من اشعة الشمس الضرة بيفتح البشرة جدا بتقلل دهون البشرة بينظف البشرة جدا علاج للحساسية البشرة عايز اقول لك من الحاجات التحفة وكمان بيخلصك من المسامات الوسعة ومن الحب الشباب وكمان لو عندك رؤوس صودة رؤوس بيضة بجد من الحاجات الحلوة فعلا اللي ما جربتش الطماطم في الوصفة او في الوصفات عموما فاتها نص عمرها بجد حلوة اوي اوي الطماطم في البشرة بس الناس اللي عندها حساسية تخلي بالها عشان في ناس بيبقى عندها حساسية من الطماطم يبقى بلاش انها تستخدمها هنا حقطتها في مصفة وهبدأ ان انا اصف في كويس اوي المكونات بتاعتي لحد ما ينزلي حوالي معلقة او معلقتين من العصير الطماطم تمام كده هعصرها بقى كويس عايز اقولك ان فوائد الطماطم اكتر من كده بكتير فانا قلت لي كل المختصر المفيدة عن الطماطم واللي عايزة تعرف زيادة عنه تخش على جوجل وبحاسي ويعرفي كل الفوائد هنا عصرت في نص الطماطماية بتاعتي وابتدى يطلع معايا كده حوالي معلقة بالظبط مليانة صغيرة من العصير الطماطم وهبدأ ان انا اقلبهم كويس لحد مدمج العصير الطماطم مع الخلطة كويس اوي تمام كده هنا خلاص ده مكتوم كويس اوي زي ما احنا شايفين وهبدأ اضيف عليها معلقة من الدقيق او التحين الدقيق او التحين يا بنات مفيد جدا جدا للبشرة والناس اللي عايزة تعرف بردك فوائدها هقولكو تلوقتي فوائدها بيدي نظارة ونعومة للبشرة وكمان بيخلصك من الجلد الميت وبيتهر البشرة جدا وبيدي ارتبع حلوة جدا للبشرة وبيعمل تنظيف حاميك للمسام والاوساخ والشوائب والدهون من البشرة وكمان مضاد بالاكسادة الطبيعية وكمان بيقلل الهالات السودا وبيمنع ظهور حب الشباب والاحمرار والالتهابات والبقع اللي بتبقى في البشرة يعني ليه فوائد كتير جدا حلوة دقيقة فاكلنا الوصفة الاولى على جنبه وجبت طبق تاني وحطيت فيه معلقة من النشا او الكولنفلاور وهبدأ اضيف عليها معلقة من الكركم والكركم راهيب للتسبغات والكلف والنمش وبيوحد لون البشرة بيفتح البشرة جدا حلوة قوي حطيت برضو معلقة ومعلقة نبدأ ندمج المكونات كويس مع بعض عشان اتأكد ان الكركم اتوزع في كل انطبق او في كل النشا وهضيف عليهم معلقة من القهوة او حاجة بسيطة من القهوة القهوة عموما حلوة الكلف والنمش والبقع والتسبغات حابة تحط معلقة كاملة معاهم مفيش مشكلة حابة تحط نص المعلقة القهوة عموما حلوة جدا للناس اللي عندها اسمرار شديد جدا حوالين الابتين والفخاد الظهر الوش بجدة حلوة قوي تمام كده هبدأ بقى اضيف عليها تنتوفة صغيرة من البكينج سودة او البكينج بودر الناس اللي بشرتها حساسة ممنوع تستخدمها على وشها تستخدمها على جسمك عادي جدا انما الناس اللي بتستقبل اي حاجة في بشرتها وما بيحصل لاش التهابات بشرتها يعني عادية ما بتبقاش فيها التهابات بتقدر تستخدمها عادي بس بس نحط تنتوفة صغيرة من البكينج سودة من كينج سودة من الحاجات اللي بتفتح وكمام بتفور للسواد الشديد تمام فالحاجات دي يا جماعة للناس اللي عندها سواد وغماءان شديد جدا وحابة انها تفتح وبتوحد لون بشرتها هبدأ بقى اخفف بمية الورد انا هنا حطيتي حوالي 3 معالق وهقلب لو احتجتي تاني هحط تمام بنخفف بمية الورد عشان نهدي المكونات زي مساءنا حط فيها بكاربونات السودجيوم فلازم ان انا اهدي الوصفة بمية ورد مية الورد حلوة جدا جدا اصلا من الحاجات الحلوة اللي بتقلل المسام وبتوحد لون البشرة وبتخليها موردة حلوة جدا وبتشيل كمان الاتربة والاوساخ اللي بتبقى في البشرة هبدأ بقى تاني احط كمان مية ورد كده انا بحاول ان انا اخفف انا بس عايزاك تركز في القوام اللي انت هتطلعيه ده بيبقى اهم من الوصفة نفسها هقلب بقى ونشوف لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه هو كده لحد الان القوام مزبوط بصوا ولا سايل اوي ولا تقيل اوي شايفين ده القوام المهم طبعا الناس هحط حاجة تاني فلازم ان احنا القوام يبقى مزبوط هضيف عليها النص اللمونة الناس اللي عندها اه حساسية في بشرتك او بشرتك حساسة الغي اللمون ما تحطيش لمون عشان ده بيعمل تحسس للبشرة فلو عندك حساسية ما تحطيش لمون شايفين الفوران والتفاعل ده بقى اللي بيفور اكبر كمية من الغمقان والسواد اللي بيبقى تحت القبطين بين الفخاد لو انت بشرتك عايز اتوحد لونها حلوة اوي هبدأ بقى ان انا هنا اجيب معي النص الطماطماية اللي احنا اثمناها في الاول ومعملناش بيها حاجة اللي هي دي وابدأ اغمسها في الوصفة بتاعتي وابدأ قدهن تحت القبطين وشك الفخاد اي حتة في جسمك عموما وابدأ افروكي زي ما انت شايفة كده لغاية امال عصير الطماطم يبدأ كده يديك تمتصه او بشرتك او اي مكان وانت بتعملي اعصوري كده الطماطمية على جسمك يعني وانت بتعملي استفادة بمية الطماطم في المسك وبعدها اعمل المسك التاني واستخدميه بقى البشرتك عادي جدا لو انت حتى بشرتك حاسسة تقدر تستخدمي هتجربوه وولي رأيك باي باي